اشتركوا في القناة بعدتلك هالرسالة لأنه في موضوع حابة أخذ رأيك فيه من وقت ما توظفت وبلشت قبض راتب وأنا بصرف راتبي على البيت وإمي برأيها أنه أنا ما لازم أصرف راتبي على البيت لأنه هاي القصة بتأثر مع الأيام ع حياتنا الزوجية وبما أنك رح تصير شريك حياتي بيهمني كتير أعرف شو رأيك بترجاك ديف جاوبني بأسرع وقت راجت حكيت مع محل الحلو؟ أي بابا أعطيته دفع على الحساب ورح يجيبهنا الصبح بكير ماشي ماما؟ ماما وينك؟ ماما؟ أكيد بتكون جوا شو القصة؟ بابا ما في شي خلي ماما تيجي وبعدين رح قل لك ماما؟ شوفي؟ ماما تعالي بسرعة بدي إليك أخبار منيحة عادي بالأول أي شو بكي؟ ماما أنا كتبت رسالة لديف وأخذت رأيه بموضوع المفروف شو؟ أي ماما وديف قال لي أنه هو كتير مبسوط وقال لي كمان أنه ما في فرق أبدا بين عائلتكن وعائلتنا وقال بعد الزواج فيني يضل شارككم بيراتبي ليش حكاتي مع ديف عن هالموضوع؟ مع أني نبهتك من قبل ما جي بيسيري لديف أنت رحتي وخبرتي كل شي أنت ما بتفكري بالكلام اللي عم بتقوليه ولا شو؟ يا ترى هلأ شو بيكون عم بيحكي علينا؟ بكفي أنه الناس بيضلوا يقولوا أنه إحنا ما عم نجوز بنتنا لأنه طمعانين بيراتبها نزعتيه على الأخير وهلأ أكيد بيكون وصل الخبر لبيت حماكي ورح يفكروا أنه حتى بعد الزواج رح نضل طمعانين بيراتبك اللي عم تقبضيه أمي شو بدك بها الحكي؟ المهم أني يكون مرتاحة وصورتي بنظر عائلتي منيحة بس الأهم من هيك كيف بيفكر ديف وعائلته أمي أنت علمتيني من أنا وصغيرة أني قسخ بحالي كتير وما ردع كلام الناس شو ما حكوا أمي ما في فرق بين بنت وشب القصة مين بيقدر يساعد وأنا عم بقدر ليش عم تحسسوني لأني بنت فما بتكن مني أي مساعدة؟ أمي بدي تعرفي أنه مصريه هن مصريكن لو شو ما صار؟ بترجاكي أنك تفهمي علي يعني أنا هلأ ما عد إلي حق شارك بهالبات؟ وليش هيك عم تطلبوا مني هلأ؟ لشو أمي؟ لأني بنت مظبوط؟ بعمري كله ما تخيلت لحظة أني بعد ما تربيت بهالبيت وكبرت وتعلمت فيه تجي لحظة وتقولولي ما عد إليك علاقة فينا أمي ارتباطي لجديد ما بيعني أبدا أني قاطع أهلي أمي العلاقة اللي بتربطني فيكن مو علاقة أشخاص عاديين أبدا مو عاديين أبدا لهيك يا ريت تراجعي نفسك أمي العلاقة العائلية ما في أقوى منها بالكون أنا ما فيني بعد عنكن لو شو ما صار أنت نسيانة أنه أنتو ذكرياتي وحياتي وكل شيء بدك بلحظة واحدة إنساكن كلكن وليش؟ لأنه بدي أسس عيلي ما هيك؟ أمي بدك زواجي يفرق بيننا قوليلي شو بدك؟ أنا ما بتحمل إبعد عنك أو عن عائلتي بس الظاهر ما عندك مشكلة تبعديني عنك وتنسيني كمان معقول هيك؟ ما بدك ياني ساعدكن لأنك بتعتبريني غريبة شو؟ لا يا بنتي انت ليش هيك عم تفكري؟ ها؟ شو ما صار حطي ببالك إنه هذا بيتك وراح يضل هيك على طول؟ فهمت علي يا قارتي؟ انت راح تتزوجي ما؟ المسئوليهات راح تزيد عليكي والمصاريفك المالة راح تزيد أكتر وأكتر مشان هيك إمك حكيت معي كاد الحكي بس هي بدي مصلحتك مو أكتر من هيك بقى واعك تزعلي منها يا بنتي ماشي؟ بنتي يعني انت معقولة تضلي شايلة همنا حتى بعد ما تتزوجي وين المشكلة؟ إذا كنت بقدر اتحمل مسئولية أهلي وعائلتي الجديدة كمان بعدين أنا ما بقدر انسى اللي عشنا كلنا بنعرف كمان المشاكل اللي مار فيها أبي لحتى يعلمنا أنا بفضله قدرت اتحمل مسئولية واتوظف واكسب أنا لو لا تعب أبي معي وسهروا عراحتي ما كنت قدرة تحقق شيء واليوم انتوا ما عم تقبلوا مني المساعدة أمي فكري وحكيمي متل ما بدك بس أنا رح قوم بواجبي تجاه هالبيت وصدقوني رح كون مرتاحة كتير إذا بعد ما تجوزت ضليت شعرك بمصروف البيت هلا انسى هذا الحديث بكرة خطبتك نحنا رح نبلش بتحضيرات الخطبة وبعدين بنحقي ماشي فهمتي بدي ياكت انبسط حكيك مظبوط بابا هلا خلينا بالخطبة لسه في وقت كتير للزواج ولسه بكير لحتى نطلع هالمشاعر أوه بفهم انه هذا كان تدريب مظبوط أرتي بنتي خدي بكرة عطلة من شغلك أمي خصبة أختي بكرة نسيانة خلينا ناكل على السريع ونبلي الشغل وأبنك الكبير أكيد رح يساعدنا بهالشي نجو ايه يلا آرتي كتير مبسوط وفخور فيكي لأنك بتفكري بأهلك وبتهتمي براحتهم انتي عن جد بنت فهماني وعقلك كتير كبير بعد ما عرفت كيف بتفكري صرتي عم تعجبيني أكتر وأكتر بعدين ليش لحتى يكون عندي مشتب اللي عم بتقوليه آرتي عيلتنا وعيلتكم رح يصيروا واحد وأهلك رح يصيروا أهل انتي عن جد كتير لطيفة وزكية يا آرتي بتحبي عيلتك كتير وبتهتمي فيهم ونحنا من زمان كان بدنا بنت تخلي العيلة مترابطة هيك وأنا كتير متأكد انك انتي رح تعاملي أهلي متل ما بتعاملي أهلك بالضبط آرتي وعديني انك تضلي هيك انا بوعدك ديف انه متل ما انت بتحب عيلتك وبتهتم فيها انا كمان رح حب عيلتك واهتم فيها تعرف بعد ما عرفت انك فخور باللي عم اعمله احترامي إلك زاد كتير وبدي إلك شغلة تانية انا هلأ بوسق فيك متل ما بوسق بحالي تماما ومبسوطة انه تعرفنا على بعض لأنك سألتيني عن رأيي بموضوع مصروف أهلك أعرفت قديش بهمك رأيي وقديش أنا وانتي صرنا قريبين من بعض قارتي هاي هي الطريقة اللي نحنا رح نكمل فيها حياتنا كلها انتي عن جد شريكة حياتي الحقيقية وأنا عن جد محظوظ فيك أنا كنت عم دور على شاب متلك ديف بيفهمني وبيفهم مشاعري بتمنى أن ننظل طول العمر متفاهمين مع بعضنا وما يصير شي بيناتنا يخلينا نفترق ديف أنا عن جد تعلقت فيك كتير نحنا بكرة خطبطنا وراح نكون سوا قدام كل العالم آرتي حلم حياتي رح يتحقق لأنك رح تصيري شريكتي بالمستقبل آرتي أنا كتير بحبك شو هالوردات الحلوين؟ كأنك رايحة مرت أخي والبقية كمان موش عيفتون غول كند أخوكي رح على المكتب من شوي وأيوديا يمكن طلع عنده شوية شغل بس ما قلت لي أنت ليش مجهزة حالك؟ شكلك طال على شي محل ما هيك؟ غول كند متل ما بتعرفي اليوم هو يوم مهم وبهذا اليوم من كل سنة منروح ومنجتمع شكلك نسياني؟ لا أبدا لا ما لي نسياني بس كنت عم شوف إذا لساتك محافظة على هالعادات ولا لا لكن استنيني أنا كمان بدي أجي معك وهيك هيك ما في حدا بالبيت يعني أحسن ما أقعد لحالي بين أربع حيطان أكيد إذا رحت معك رح أتسلة ماشي لأني بعد ما سكنت ببيت حماية نسيت الطلعات والتسلاية دائما محبوسة بها البيت يلا أمشي خلينا نطلع أنا وأنتي منروح؟ موسيقى 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 يتبقى يتبقى